اهلا بكم في قناة ضد كورشي انا نانسي والنهاردة هنعمل السليبر ده مقاس من 4 سنين ل 6 سنين بالغرزة دي هنعرف ازاي نبتدي ونعمل المقاس الصغير ده بنفس خطوات السليبر الكبير لو عايزين تعملوا نفس الشكل ده السليبر كبير مقاس كبير يعني هي تعمل عادي بس انا هنم صغرها عاملها لده ده لما شافت بتاعي عجبها جدا تا كده طوله كله 15 سنتي هي طول رجليها 15 سنتي اهو بالشكل ده ده تقفيله وانا ما عنديش قدم احطه فيها على مقاسه فده الشكل بتاعه شكله لذيذ قوي هنعرف ازاي هنعمل التزايد ونقسم عدد العواميد عشان نعمل الغرزة بتاعتنا وبعد كده نشتغل السطور دي وازاي يطلع معانا كده مش ببوز كده مش ببوز معانا يطلع كده اكنه بادئ من هنا هوت بالشكل ده كل التفاصيل هتعرفوها جوه الفيديو لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وتعملوا شير عشان يوصل لأكبر عدد من البنات اللي عايزين يشتغلوه لو لسه مشتركوش في القناة ياريت تشتركو وتفعلو زر الجرس عشان يوصلوكم كل جديد يلا بينا نبدأ قبل ما نبدأ انا اشتغلت بالخيط ده ده خيط همولايا بس ده كانت باقي عندي من جاكت كنت عاملية السنة اللي فاتت ده خيط همولايا فتلت همولايا وهنا دي ابرة تلاتة لو عايزين مقاس اكبر شوية بس اطفال برضو ممكن اشتغل بابرة اكبر شوية تلاتة ونص بس انا متعالي ممكن تشتغل بنفس الابرة بس تزايدوا التزايد بتاعهم وهتكلم في كل ده جوه الفيديو يلا بينا نبدأ اول حاجة هنبدأ مع بعض هنبدأ قعدة البداية بالشكل ده وبعد كده هنرتفع اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية نسعة عشر واحد واشر اتناشر اتناشر سلسلة بالشكل ده بعد كده هنيجي نعد نلف الاول الخطع الابرة ونعد واحد اتنين ونيجي نخش في التالتة يبقى ده اول عمود معنا والاتنين دور ارتفاع مش عمود وبعد كده هنكمل هذا العمود الثاني الثالث الرابع هنستمر بنفس بنفس الشغل كده عواميد لغاية ان ما نوصل للعمود العاشر بالشكل ده رجعت معاكم تاني خلصت العشر عواميد هرتفع اتنين سلسلة بعد ما عملت اخر عمود واجي في نفس المكان اللي عملت فيه اخر عمود اعمل فيه عمود تاني بالشكل ده بعد كده العمود اللي وراه يعني انا هنا هشتغل عكس الشغل قدام كل عمود عمود ده هشتغل تاني عمود تالت عمود ونبقى واغدين واغدين الخيط البداية معنا عشان يبقى سهل معنا واحنا بننظف الشغل طريقه دي قدام كل عمود عمود لغاية ما نخلص العشر عواميد بالشكل ده معنا عملت العشر عواميد قدام العشر عواميد التانيين هبتدي ارتفع اتنين سلسلة بالشكل ده واجي مش في السلسلتين ااجي في اول قدام كل عمود عمود عملناه وامل منزلك طبعا الخيط ده خلاص كده نقصه خلاص كده يبقى احنا كده ابتدينا وكمان نظفنا الشغل معنا هنبتدي تاني سطر هنرتفع اتنين سلسلة في نفس المكان نعمل عمود هشبضل شغال عواميد لغاية ما وصل لاخر عمود عملناه هو العمود العشر قبل السلسلتين وارجع لكم بالشكل ده اعملت اشتغلت عشر عواميد لغاية ما وصلت للتنين سلسلة هاجي اخش جوه لتنين سلسلة اعمل عمود اتنين سلسلة عمود ها ها حتى باين هول بدأ يعمل معنا بداية القدم اللي هي دي ها بعد كده هنكمل اشتغل في اول عمود يقابلنا بالشكل ده وهنكمل عواميد لغاية ما نوصل للتنين سلسلة اللي موجودين في الناحية التانية عشان نعمل فيه التزايد بتاعنا بردو بالشكل ده نوصلنا لغاية الاتنين سلسلة هنعمل التزايد بتاعنا عمود جوه الاتنين سلسلة اتنين سلسلة تاني وعمود وهنيجي هنا عند اول عمود هنعمل منزل يبقى احنا كده اول سطر بدأنا فيه بعشرين عمود السطر اللي بعديه التاني يبقى اربعة وعشرين عمود عشان زودنا سلسلة عمودين من هنا وعمودين من هنا لازم الأرقام دي مهمة قوية عشان هنقسم في الاخر اولا هنقسم عشان نعمل الغرزة بتاعتنا بعد كده هنقسم عشان نعمل الفتحة بتاع الدخول القدم نفسها فلازم نبقى عارفين البداية قد ايه وكل سطر قد ايه هنرتفع بعد كده اثنين سلسلة ونعمل في اول عمود معانا في نفس المكان ونشتغل عواميد لغاية ما نوصل لمكان التزايد وهنعمل فيه التزايد بالشكل ده يعني احنا كده وصلت لغاية مكان التزايد في السلسلتين هعمل عمود جوه اثنين سلسلة وعمود تاني واشتغل في العميد كلها اللي قدامي كل العميد اشتغل قدامها عمود لغاية ما وصل لمكان التزايد التاني في اخش السطر بالشكل ده وصلت للاثنين سلسلة اعمل التزايد بتاعي عمود اثنين سلسلة عمود واشتغل العمود ده واشتغل العمود ده ما نسهوش بالشكل ده واجي عند اول عمود عملناه نعمل منذلكة اهو بالشكل ده كده يبقى عملنا اخر سطر عملناه ده ثمانية وعشرين عمود كده انا هوقف التزايد بتاعي هوقف التزايد بتاعي عشان ده طبعا مقاس صغير مش مقاس كبير لو مقاس كبير هنفضل نعمل تزايد زي ما احنا عايزين لغاية ما نوصل لعدد السطور اللي احنا محتاجينها الوسع يعني بتاع القدم نفسها ده مقاس انا عملاه مقاس جدة هي والاربع سنين بتلبس الشوز بتاعتها خمسة عشرين يعني خمسة عشرين ستة عشرين هنبدأ بقى نشتغل نرتفع اتنين سلسلة ونيجي في نفس المكان نعمل عمود وهستمر في العواميد لغاية ما وصل الاتنين سلسلة عشان اقولكم هنعمل فيهم ايه عشان نلغي التزايد بالشكل ده وصلت لغاية الاتنين سلسلة واحنا المفروض في السطر ده مش هنعمل تزايد ففي الاتنين سلسلة هنخش نعمل عمود واحد ونكمل شغلنا عادي فوق كل عمود عمود لغاية ما نوصل لاخر السطر فانا هرجع لكم لما خلص السطر ده بالشكل ده انا وصلت لغاية اخر السطر عملت هنا في الاتنين سلسلة عمود زي ما عملت الناحية التانية انا بس مش عايزة اطول عليكم الفيديو هاجي اعمل في اول عمود اعمل غرزة حشو وبعد كده هشتغل لغاية مكان العمود ده اللي هو كان مكان التزايد هشتغل لغاية انهو عمود ارتفع هنا اوت اتنين سلسلة واشتغل في نفس المكان عمود افضل شغال عمود لغاية ماوصل للمكان العمود اللي عملناه مكان التزايد بالشكل دوت انا عملت هنا اوت وصلت لغاية اول عمود عملناه اللي هو مكان التزايد وهامل هنا قدامي هنهوة خمستاشر عمود دول هنعدهم مع بعض وهو واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر خمستاشر او الخمستاشر اللي على الجنب ده دول كده خمستاشر عمود والغرزة بتاعتنا تتكون من ثلاث يعني المجموعة تتكون من ثلاث عمود وهو واحد نين تلاتة اربعة خمسة خمسة يبقى خمسة في ثلاثة بخمستاشر دول اللي انا محتاجاهم بالضبط الغرزة بتاعتنا بتتكون من ثلاث عمود فهنبدأ مع بعض نشتغل الغرزة بتاعتنا اول عمود هيقابلنا هنسيبه هنخش في تاني عمود بالشكل ده نعمل عمود واللي وراه نعمل عمود كده عملنا عمودين وسبنا غرزة قدام هنلف القبرة ونخش كده من قدام العمودين نطلع من وراه نسحب الخيط نسحب الخيط كده ونعمل نشتغل شغل العمود العادي نسحب حلقتين في حلقتين اهو تاني اول غرزة معنا هنسيبها هنخش بالتانية نعمل عمود عادي خالص وعمود تاني يبقى عملنا اثنين عمود وهنرجع وهنرجع للغرزة اللي سبناها نخش فيها كده من قدام الشغل نسحب الخيط من ورا الشغل ونشده كده ونسحب حلقتين من حلقتين الشكل ده اهو نده شكل الغرزة معنا تاني هنسيب اول غرزة معنا ونخش في الغرزة اللي بعدها نعمل عمود بعد كده نعمل عمود تاني وده ومش عشان نعمل لعفز تاني اهو روح يا ضد اعمل لعفز تاني اهو وده ومش اهو يا ضد اهو بعد كده هنخش في العمود التالت نعمل عمود نطلع من حلقتين في حلقتين بالشكل ده انا كده عملت واحد اتنين تلاتة في اتنين كمان هنعملهم هعملهم وارجع لكم اهو بالشكل ده ههي الغرزة معنا بالشكل ده هنكمل بقى عادي شغلنا عادي خلي بالنا بس ده العمود طبع المجموعة فهنشتغل في العمود اللي بعدي وعمود كمان بالشكل ده بعد كده هنعمل منزلقة نقرر تاني نفس الشغل نعمل عمود هنشتغل عوائلة كل عمود عمود لغاية ما نوصل للغرزة بالشكل ده انا وصلت لغاية اول مجموعة معانا مجموعة الثلاثة عواميد اول عمود بسيبو تاني عمود بشتغل في عمود تاني عمود بشتغل في عمود بالشكل ده وارجع تاني للعمود اللي انا سبته اعمل في عمود بالشكل ده انا هفضل هشتغل باية الغرزة واشتغل العواميد اشتغل كم سطر واحد اتنين تلاتة اربعة انا كده اشتغلت سطر سطر بدأت معاكم اتنين يبقى فاضل لي اتنين تانين هخلصهم وارجع لكم ورجعت تاني معاكم معلش وانا بقوز تلع الموبايل ما بيصورش فانا هنا خلصت السطر واخدت سلسلة تأمين وقصيت وهنا قسمت دول كده هنا ست غرز ست عمود ودول 24 وانا كده دي التقسيمة اللي انا محتاجها هبتدي اخش في اول عمود هنا اغط بالشكل ده واجيب الخيط بتاعي كده واخش في مكان العمود ارتفع اتنين سلسلة وهي في نفس العمود في نفس المكان اعمل عمود تاني بالشكل ده وامل فوق كل عمود عمود واخد اخد الخيط بتاع البداية معايا تحت الشغل بالشكل ده اعمل فوق كل عمود عمود لغاية ما اوصل لمكان العلامة وارجع لكم بالشكل ده انا خلصت السطر هبتدي اشيل بقى العلامات دي كده خلص مش محتاجيهم بالشكل ده بعد كده هارتفع اتنين سلسلة واجي في نفس المكان اللي ارتفعت منه اعمل اعمود وكمل فوق كل عمود عمود هشتغل بقى كم عمود خمس عواميد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد كده هنعرف انا هنا عملت اي عشان يبقى شكله كده مش مدي بوز مثلا او حاجه لا ده شكله شكله ممتظم اكني يعني عاملة يعني مظبوط مش مش متخيط ولا حاجه فانا هكمل ارتفع اربع سطور كمان من نفس الطريقه دي وارجع لكم بالشكل ده انا خلصت الخمس سطور بطوي هبتدي بقى اعمل السطر ده ارتفع اتنين ده السطر السادس اتنين سلسله والف الشغل وهامل اول عمود في اول سلسله نقابلها في اول نفس المكان الارتفعنا منه وانا عملت كده عمود هعمل سبع عواميد كمان يعني تمن عواميد دول 24 اربعة وعشرين عمود السمطوم تمانية وتمانية وتمانية هنعمل اول تمانية كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمنية كده انا اشتغلت تمن عواميد هبتدي بقى من اول العمود التاسع هعمل غرزة حشو واحد اتنين حشو تلاتة حشو اربعة حشو خمسة ستة سبعة سبعة ثمانية بالشكل ده وهكمل اعمل التمن عواميد عادي بالشكل ده هخلص التمن عواميد واوصل لغاية اخر السطر وارجعلكم انا هنا خلصت السطر وبدأت في التمن عواميد في السطر اللي فوقيهم وصلت لغاية غرزة الحشو انا هنا عندي ثمن غرز حشو هيبقوا اربعة هعمل تناقص هخش في اول غرزة حشو واسحب ويبقى مع عندي حلقتين خش غرزة الحشو اللي وراها واسحب يبقى معي ثلاث حلقات اسحبهم ثاني هنخش غرزة الحشو ونسحب الخيط يبقى في حلقتين نخش الغرزة اللي وراها نسحب يبقى فيه ثلاث حلقات نسحبهم مع بعض ثاني نعمل غرزة حشو وما نطلعش منها نخش في غرزة الحشو التانية يبقى معنا ثلاث حلقات ونسحب آخر اثنين بنفس الطريقة كده وبعد كده نشتغل عوامية تاني بنفس الشكل ده لو لاحظت وبصو بعمل ازاي بس كمان لما العوامية دي تكمل بالشكل ده اهو بصو بعمل ازاي فانا هدي يعني هخش عليه كده بالشالوب هخش هنا في اول وغرزة معنا بالشكل ده واسحب الاثنين كده هوت كده اخش في اللي وراها اعمل منزلقة هنا هيكون عندنا آآ سلاسل منتظمة قدام كل غرزة غرزة تانية بالشكل ده وعمل منزلقة اخش في الحلقتين واخش في حلقتين التانية واطلع وعمل منزلقة لغاية ما نقفل الغرز دي كلها اللي عايزت تقفل وارجع لكم تاني بالشكل ده معاكم اهو قفلته بالشكل ده هبتدي بقى اخش هنا هنا هوا اللي هو العمود وهو عامل كده هوت هخش فيه موسيقى وهاخد سلسلة هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو وراها نطلع كده نشوف مكان نعمل فيه غرز حشو موسيقى موسيقى بالشكل ده غرز حشو مش عايزين نحط غرز حشو بالزيادة عشان ما يتوسعش بالعكس احنا عايزينها شكلها يبقى كده فانا هخلص معاكم غرز الحشو طبعا هنا لما نيجي نعمل هنا بص منتظمة عشان فوق غرز منتظمة فانا هخلص غرز الحشو وارجعلكم بالشكل دوت انا كده خلصت معاكم السليفر زي ما قلت لكم ده معاس 25 طبعا هو بيريح مع اللبس فممكن كمان لمعاس اكبر من كده يعني معاس لغاية 6 سنين من 4 سنين لست سنين كده يبقى خلصنا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة لو مشتركتوش وفعلوا زر الجرس وعملوا شير عشان يوصل لأكبر عدد سلام اشتركوا في القناة